دلوقتي الحمد لله انت عرفت قد ايه مهم ان انت يكون عندك ويب سايت وممكن تكون شفت الفيديو اللي احنا عملناه عن 10 اسباب ليه لازم يكون عندك ويب سايت ودخلت على الانترنت وكتبت اي حاجة لعلاقة بانشاء ويب سايت فخبطتك في وشك كده شوية حاجات زي دومين نيم هوستنج بلان باند ويتث حاجات كتيرة قوي ومصطلحات غريبة انت مش عارفها وفيه طرق كتيرة لعمل الويب سايت فان شاء الله من خلال الفيديو ده هنوضح لك ومبسط لك المصطلحات ديات وينعرفك اشهر الطرق اللي موجودة لعمل الويب سايت وايه اكتر طريقة مناسبة ليك فيلا بلنا هذا الفيديو برعاية هوستنجر السلام عليكم ايه الاخبار وهلا بكم في درس جديد من دروس اونلاين ان شاء الله هنركز على نقطتين بس في الفيديو ده اول حاجة وهي تبسيط المفاهيم اللي ممكن تكون منتش مستوعبها قوي او حاسس انها معقدة بالنسبة لك والحاجة التانية هي ان احنا هنرسلك كده الطرق المشهورة جدا او المنتشرة لعمل الويب سايت وايه اكتر طريقة مناسبة ليكو منها طبعا اللي مجاني ومنها اللي بفلوس والفروقات ما بين الاتنين اول ما بدأت زمان في موضوع ان انا عايز اعمل الويب سايت ده كان فيه مصطلحين بيتكررهم بشكل دايم وما كنتش عارف معناهم ايه دومين نيم وهوستنج الصراحة عدت فترة على ما اني قدرت استوعب المصطلحين دول بيعبرهم عن ايه وايه اهميتهم ولكن ان شاء الله دلوقتي من خلال قصة قصيرة كده هنختصر لك الموضوع ده وهنبسطه لك وهتبقى مستوعبه 100% بص يا سيدي ولنفترض ان انت عندك محتوى المحتوى ده ممكن يكون مقالة فيها بعض الصور وفيها بعض الفيديوهات وعايز تشارك هذا المحتوى مع الناس اول معضلة هتقابلك هي هتحط المحتوى ده فين بحيث الناس تقدر تشوفه اول حاجة ممكن نعملها هي ان احنا نحط المحتوى بتاعنا على الكمبيوتر الشخص بتاعنا وندي للناس اكسس او اذن بالدخول على الكمبيوتر بتاعنا بحيث ان هم يقدرهم يشوفهم المحتوى ده ولكن الاسف الطريقة دي مش عملية خالص لانك اولا بتضحي بالبرايفيسي او بالخصوصية بتاعتك ان الناس كلها يكون لها اذن بالدخول على الكمبيوتر بتاعك فممكن حد بدلا ما هو داخل على المحتوى يخش على فولدر اللي فيه البريفيت فوتوز مثلا كمان انت مش هتقدر تستخدم الكمبيوتر بتاعك لان كل ما الناس بتخش على الكمبيوتر بتاعك هتستهلك من الرمات والبروستسور بتاع الكمبيوتر فبالتالي مش هتقدر تستخدم الكمبيوتر ده لأي حاجة تانية وكمان لازم تحافظ على ان الكمبيوتر ده يكون شغال 24 ساعة على مدار اليوم ما يفصلش خالص لان ما انتش عارف امتى الناس هتبقى دخلة علشان تشوف المحتوى ده سيرفر مخصص بس للموقع بتاعك طيب ايه الحل للمعضلة دي هنا جيت شركات زي هوستينجر كده قدتلك بص يا عم احمد احنا هنجيب جهاز كمبيوتر قوي جدا وهنوصله بالكهرباء 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع مش هيفصل خالص وامكانياته عالية والمساحة بتاعته كبيرة تقدر تستوعب حاجات كتيرة جدا واحنا هنستضيف الموقع بتاعك عندنا يعني هنستضيفه اللي هو ايه هنعمله معاملة تضيف كده هنشيله على اقف الراحة والناس تقدر تدخل على الويب سايت بتاعك من غير ما يبقى فيه خلل او اختراق لخصوصيتك على الكمبيوتر للشخص بتاعك والحاجات دي كلها مقابل اشتراك شهري لا يتعدى تمن فنجان قهوة انت بتشربه فده حاجة عظيمة هنا هتقابلنا مشكلة تانية وهي الناس بقى هتوصل للموقع بتاعي ازاي يعني تمام الشركة استضافة الموقع متشكدين يا شركة والدنيا زي الفل الناس بقى هتعرف توصل للموقع بتاعي على السيرفر بتاع الشركة اللي هو فيه ممكن يكون الاف بل مئات الالاف من المواقع هنا جيت شركة تانية قالت لك يا عم احنا هنوصل لك الناس للموقع بتاعك يعني اشتغلت زي اوبر كده اي حد معاه عنوان الموقع بتاعك احنا هنوصله لك لحد الموقع بتاعك على السيرفر بتاع شركة الاستضافة دي طيب العنوان بتاع موقع ايه والله One 42.250.211.14 طيب هل يناس هتقدر تحفظ الرقم ده علشان كل مرة عايزة توصل تكتب الرقم ده في البراوزر فاتوصلني لأ طب الارقام دي عبارة عن ايه اصلا عارف لما تبعت لحد صاحبك اللي�로كيشن بتاعك الليوكيشن ده بيكون عبارة عن خطوط طول وخطوط عرض تقاطع خط الطول ويأيه تقاطع خط العرض بيديلك ايه اللوكيشن بتاعك بضقة ولكن احنا مش هنقول للراجل قابلني عند 30.78257 ده خط طول و30.34725 مثلا فيش الكلام ده احنا بنحفظش الارقام ولكن احنا بنحفظ المسميات فمسلا اقول له طاقات علالي عند تقطع الجيش مع النحاس او عند تقطع الجيش مع المعتصم مثلا فهيبعت له المسمى ده ولكن هو هيوديه على الارقام دي فالمسمى ده هو وسيلة لتبسيط عملية التوصيل واصل فمسلا بدل ما ادي له 1-4-2-1 مش عارف كم بقول له دروسونلاين دوت كوم فلما بكتب دروسونلاين دوت كوم في المتصفح في شركة بتقوم واخد الزبون موديه للموقع بتاعي على السيرفر وزي ما اوبر بتاخد خدمة مقابل التوصيل الشركة بتاعت دومين نيم دي بتاخد مقابل سنوي ولا يتعدل 12 دولار في اغلب الاحيان مقابل الموضوع ده يبقى اختصار القصة الجميلة دي شركة الهوستنج او الاستضافة هي المكان اللي انت بتحط الموقع بتاعك او المحتوى بتاعك عندهم والدومين نيم هو اسم موقعك اللي بيوصل الناس للمحتوى اللي على الهوستنج سيرفرز حلو الكلام كده عرفنا الهوستنج والدومين نيم ازاي بقى اعمل موقعي وايه الطرق المختلفة وهيكلفني كام وايه الطريقة المناسبة ليا ده اللي هنتعرف عليه حاليا اول طريقة معانا وهيها طريقة مجانية وسهلة وبسيطة ومش محتاجة منك اي حاجة من خلال بلوجر بلوجر هي خدمة مقدمة من جوجل ذات نفسها بتتيح لايه حد ان هو يكون عنده مدونة بلوج سبوت الموضوع بساطة انك بتخش على بلوجر دوت كوم ولو انت عندك حساب جيميل فها بتخش على طول تكريات او تنشئ مدونة الموضوع بهذه السهولة وتبدأ تكتب تدويناتك او مواضيعك او اي حاجة انت عايز تكتب عنها المميزات بتاع الطريقة دي انها خدمة مجانية تماما من جوجل وكمان الموضوع بسيط وسهل وتقدر في اقل من دقيقتين يكون عندك مدونة وكمان انت مش محتاجةش الهم الهوستنج لان المدونة بتاعتك هي هوستد عند جوجل ذات نفسهم فمش هتقلق خالص من السرعة او ان المدونة وقعت او الموقع سقط او السيرفر مش شغال الحاجات ديت انت ما بتشيلش هامها خالص عيوب الطريقة ديت ان التعديلات اللي بتقدر تعملها هي محدودة اوي او في حتة كده ايه ديئة جدا لان المطورين مش مهتمين ببلوجر لانه مجاني في الغالب والحاجة التانية ان اسم الموقع بتاعك هيكون .blogspot.com يعني مثلا انا عايز اعمل مدونة اسمها دروز بلوج فهتبقى دروز بلوج.blogspot.com فيعني بيبقى اسم طويل شوية وبقاش احترافي الى حد ما ولكن العيوب دي تقدر تتغلب عليها بكل سهولة ان بخصوص المظهر بتاع المدونة بتاعتك ففي قوالب مجانية لبلوجر في مجتمع عربي كده او كوميونيتي عربي بيعمل قوالب ممتازة لبلوجر وبالنسبة لاسم الموقع فجوجل ذات نفسها بتتيح لك من خلال بلوجر انك تشتري اسمه موقع احترافي وتربطه بالمدونة بتاع blogspot فبدل دروز بلوج.blogspot.com هيبقى دروز بلوج.com على طول في ناس بتستقل ببلوجر وشايفة ان هو حاجة قديمة ومش حاجة احترافية خالص ولكن يكفي ان انا اقول لك ان واحدة من اقوى واشهر المدونات العربية في مجال التكنولوجيا والتقنية والسيكيوريتي والانترنت والحاجات دي كلها معمولة على بلوجر لحد الان وهي مدونة المحترف ده professional TH3 professional بتاعت امين رغيب او رغيب امين اللي عارف رغيب امين عارف قد ايه المحتوى اللي هو بيقدمه محتوى قيم جدا وهو من الناس اللي الهموني اصلا ان انا اعمل اول موقع ليا على بلوجر وخلاني امشي في المشوار ده شوية حلوين والحد قريب جدا كان الموقع بتاع دروز اونلاين كان على بلوجر وحتى يعني زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي ده كان شكل الموقع شكل سيمبل وبسيط وعملي جدا وفعال طيب بلوجر ده مناسب لمين مناسب لأي حد عايز يبدأ في مجال التدوين مناسب لأي حد عايز ياخد مساحته من الحرية في التعبير عن افكاره وقراءه بعيدا عن تضييقات السوشال ميديا اللي احيانا ممكن تعمل بلوجر الناس او تعمل حظر الناس لانه تكلم في الموضوع مش على هواهم فبتدي لك حرية ان ده المكان بتاعك اكتب فيه زي ما انت عايز مناسب لأي حد مهتم مجال معين وعايز يشارك هذا الاهتمام مع الاخرين ويبثق رحلة تعلمه او رحلة تطوره ولكن ما عندوش الميزانية الكافية ان هو تخليه يعمل ويبسايت بريميام او بمقابل باختصار شديد مناسب لأي حد عايز يحط المفتاح ويدور ويمشي على طول بدون اي تعقيدات الخيار التاني وهو الويبسايت بيلدر او منشئ او باني المواقع حاجات زي سكوري سبيس وزي ويلت باختصار دي عبارة عن منصات بتتحلك الامكانية انك تبني موقعك بدون الحاجة انك تكتب صوت ركود واحد او يكون لك تعامل بشكل مباشر مع البرمجة هو مجرد بيسألك شوية اسئلة بتجاوب على الاسئلة دي انت بتعمل ايه عايز تعمل موقع لايه شركتك بتقدم خدمات ايه وهو كده بيعمل المشيج بتاعه وتلاقيه يعمل لك الويبسايت بتاعك المميزات بتاع الطريقة دي انها سهلة في التعامل وسهل التعديل عليها وانك تشيل السكشن تطلعه فوق تنزله تحت ضغير الشكل بتاعه حاجات تبقى سهلة جدا الشركة بتستضيف الموقع بتاعك وكمان بيبقى من خلالها تقدر تشتري دومين نيم بروفيشنال فبالتالي مش هتشيل هم الحاجات دي العيوب بتاع الطريقة دي ان برضو التعديلات محدودة الى حد ما لو حابب تتوسع او حابب تغير حاجات خارج اطار المتاح لك على هذه المنصة الموضوع مبقاش ممكن خالص بالاضافة ان في الغالب المنصات دي مش بتوفر لك خيار المدونة انت لو عايز يبقى عندك مدونة تكتب عليها مواضيع او تكتب عليها تدويناتك بشكل دوري فده مش متاح من خلال المنصات دي الطريقة دي مناسبة لمين مناسبة للشركات اللي حابة ان يكون عندها موقع بيحمل معلومات عن الشركة الخدمات اللي بتقدمها اساليب التواصل مع الشركة والاميلات والسوشال ميديا أكاونس وخلاص حاجة بسيطة جدا موقع مكون في الغالب من ثلاثة او اربع صفحات وخلاص اعتمادي شغال مية مية زي الفل وشكله احترافي من غير ما نحتاج بقى ويب ديفوليبر او ويب ديزاينر او الكلام ده كله لو انت محامي او محاسب او طبيب او مهندس او حد كرييتف شغال في الجرافيك ديزاين او في الفيلم ميكينج وعايز موقع يشتغل كأنه ايه بورتفوليو او حافظة لأعمالك بحيس ان اي حد عايز يشوف شغالك الصابق خش على موقع بتاعك يشوفه ايه زي ما انت عايزه كده وعمله باسلوب محترف وفي نفس الوقت انت ما تكلفتش كتير الطريقة الثالثة لعمل ويب سايت وهي البرمجة الخاصة احنا اللي جابنا هنا اشتغل الطريقة الثالثة زي ما بوزيد قال وهي البرمجة الخاصة او الناتف برو جرامنج الناتف برو جرامنج هي تعتبر او مش تعتبر هي بالفعل اكثر الطرق دي تعقيدا ومحتاجة شوية مجهود ومش بس مجهود لا بتحتاج كمان فلوس وتكاليف عالية تعالي نعرف يعني ايه اصلا نيتف برو جرامنج فكرتها بكل بساطة ان انت بتعمل كل حاجة بنفسك مفيش اي حاجة جاهزة هتستخدمها مفيش اي حاجة هتساعدك في الموضوع في اما بتعمله بنفسك وده طبعا سكة طويلة بتحتاج انك تتعلم برمجة ولغات تصميم ولغات برمجة وقصة كبيرة او ان ان انت بتروح لحد برو جرامر ويقدر ان هو يعمل لك الموقع دا ويقدمه لك بمقابل مادي او قصاد فلوس والفلوس دي في الحقيقة ما بتكونش فلوس قليلة تبقى كتير اوي اوي فانت على اقل تقدير كده محتاج حد يعمل لك ديزاين للموقع بتاعك علشان تعرف الشكل والبنية بتاعة الانترفيس بتاعة الموقع بتاعك وبعد كده بتروح لحد تاني خالص عشان يصمم لك الموقع دا ويحوله لك واجهة تفاعلية يقدر المستخدم او لما ترفعه على الهوست والاسترافة بتاعتك يقدر يتفاعل معه ويستخدمه زي ما انت بتستخدم المواقع بشكل طبيعي المميزات بتاعة الناتف برو جرامنج او البرمجة الخاصة يمكن اكبر ميزة في الموضوع هي فكرة ان انت عندك تحكم كامل في كل حاجة وتقدر تعمل التصميم اللي عجبك تقدر تعمل الاشكال اللي تعجبك تقدر حتى تعمل الوظائف والحاجات اللي انت عاوز الموقع بتاعك يعملها اللي تعجبك واللي تيجي على بالك اما بالنسبة لعيوب الموضوع ده فعلى الرغم من انها بتديك حرية كاملة في موضوع الشكل والتصميم الا ان لها شوية عيوب كده تعتبر قاتلة بالنسبة للمواقع الشخصية او على سكيل وحجم المواقع الشخصية العيب الاول وهي انها مكلفة جدا بالنسبة لشخص عايز يعمل موقع شخصي انك بتضطر انك تروح تعمل هير او تستأجر حد يعمل لك الموقع بتاعك وتديره مقابل وغالبا التكلفة زي ما قلنا بتبقى عالية اوي 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 تاني عيبه هو الوقت المطلوب علشان تنفذ الموقع بتاعك بيصل الى اسابيع واحيانا شهور على حسب بقى اهمة الديفلوبر او الشخص المبرمج اللي انت عملتله هير طيب الطريقة دي بقى مناسبة لمين الطريقة دي مناسبة اكتر للشركات اللي تقدر تتحمل التكلفة بتاعة البرمجة الخاصة وفي نفس الوقت عايزة يكون في الموقع بتاعها وظايف او فانكشناليتيز كتيرة وده لان الشركات غالبا بتدور على الامكانية التطوير والتوسعة فيما بعد فبيكون مناسب لهم اكتر ان هم يستخدموا النيتف بروجرامنج او البرمجة الخاصة يعني باختصار لو انت بتعمل موقع شخصي ليك برتفوليو او مدونة فالبرمجة الخاصة مش افضل خيار على الاطلاق الطريقة الرابعة وهي باستخدام ورد بريس ورد بريس هي يعتبر من اشهر الطرق العامة الويب سايت ورد بريس يعني بيتمثل 40% من المواقع الموجودة على الانترنت انت متخيل 40% من المواقع الموجودة على الانترنت بتدار ومعمولة باستخدام ورد بريس لما بنيتكلم عن ورد بريس بفتكر جدا حتة من فيلم طير انت اللي هو ايه الامنية تقريبا اخيرة اللي هو لما ايه قال له انا عايز الواد اللي هو ايه الصايع بس المحترم الشجاع على طيب اللي هو ايه لمم الحلو من هنا على الحلو من هنا بوس يا سيدي واد شائي على برينس واد شجاع على طيب كده واد مخلص بطل اسطوري خرافي واد كده بالاخر مبهر وساحر فورد بريس بصراحة بتلم مميزات معظم الطرق وبتتجنب العيوب بتاعتها فبتكون مناسبة للاغلبية العظمة وورد بريس المميزات بتاعتها سهولة الادارة والاستخدام والتنصيب خيارات غير محدودة من القوالب او الــــــــações او التمبلتز اللي انت تقدر تتغير شكل موقعك مية وتمينين درجة وفي قوالب متاحة لكل الحاجات اللي انت عايزها لو انت عايز شركة موجود لو انت عايز بورتفوليو موجود لو انت عايز قالب للتدوينات موجود قالب للاخبار موجود اي حاجة انت ممكن تحلم بيها في حد عمل قالب وورد بريس خاص بالحاجات دي وبما انه وورد بريس بتباور أو هي اللي مقومة 40% من مواقع الإنترنت فبالتالي المطورين مهتمين جدا بيها ففي بلوجينز أو إضافات كتيرة جدا 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 لخصائص أو الوظائف أو لأي حاجة أنت عايز تعملها باستخدام وورد بريس أنا كلمت كتير عن وورد بريس لأن فعلا لما انتقلت من بلوجر لورد بريس يعني زي اللي انتقل كده من قوضة ديقة جدا لبراح واسع الإمكانيات والاحتمالات فيه غير محدودة نيجي للعيوب مفيش حاجة بتخلق من العيوب ولكن زي ما قلنا وورد بريس بتحاول تتجنب كل عيوب الطرق السابقة وتحاول قدر الإمكان تاخد المميزات يمكن من وجهة نظري العيب الوحيد اللي موجود في وورد بريس هو أن انت هتحتاج تتعلم على ما تاخد على السيستم ده بيشتغل ازاي وتتفرجك مثلا على كذا توتوريال أو لو في حد عامل بلاي لست للمبتدئين خاصة بوورد بريس فأنا أرجح جدا وطبعا طبعا لو أنت هتتفرج على حد فأنا أرشح هو بشدة وسامة الزيرو الزيرو ووبسكول عامل سلسلة شرح للحاجات ديت بشكل مبسط وبرضو قناة غريب الشيخ عامل فيديو ساعة أو أكتر شوية كمان بيغطي فيها كل الحاجات وكل التركات اللي أنت محتاجة تعرفها عشان تقدر تدير موقع الورد بريس بتاعك بكل سهولة بص أنا عارف بشكل كبير إن أنت هتكون ميال قوي للورد بريس بعد كل المتحدة فلو أنت قررت واستقررت إن أنت هتعمل موقع بتاعك وورد بريس فأنت هتحتاج هوستنج وهتحتاج دومين نيم وهتحتاج هوستنج بروفايدر ودومين نيم بروفايدر فهنا أرشح لك وبشدة الراعي الرسمي لهذا الفيديو وهو هستنجر هستنجر هي شركة استضافة بتتميز باللايت سبيد أو السرعة بتاع تحميل المواقع حاجة خيالية لو روحنا دلوقتي للويب سايت دروس بودكاست دات وزفاست السيرفرز سريعة جدا ما شاء الله بتتميز إن فيها دعم عربي قوي جدا تتميز إن لوحد التحكم أو السي بانل بتاع الهوستنج بسيطة وسهلة ولو إنت قادر إن تكريات نيو فولدر على الكمبيوتر بتاعك هتقدر تتعامل مع السي بانل دي إحنا كنا عملنا فيديو عشر أسباب ليه لازم يكون عندك وبسايت وكنا شرحنا طريقة عمل وبسايت بالكامل على هوستنجر فأرجحه بشدة إنك تشوف الفيديو ده ولو اشتركت مع هوستنجر تأكد إنك تاخد أكبر خصم ممكن اللي هو بيكون على الأربع سنين والسعر يعني بصراحة مش ممكن مفيش حد بيقدم السعر ده وكمان لو استخدمت الكود دروس أونلاين هيدو لك خصم فوق السعر اللي هو أصلا عليه خصم كبير جدا فتشوف الفيديو وإحنا بنشرح إزاي تعمل وبسايت من البداية على هوستنجر وهتلاقي إن الموضوع سالس وبسيط وتقدر فعلا في أقل من خمس دقائي يكون عندك وبسايت احترافي بشغال بورد بريس على هوستنجر أنا بصراحة جربت هوستنج كامبنيز كتير وعملت سيت أب لورد بريس كتير مفيش تجربة أسلس حتى الآن من التجربة على هوستنجر بصراحة يعني تجربة سالسة جدا سهلة جدا عندهم AI بيقدر يفهم انت عايز تعمل بالزبط ويرشح لك قوالب مناسبة للحاجة اللي انت بتعملها فبصراحة أسلس وأبسط وأسرع تجربة لإنشاء ويبسايت وورد بريس على هوستنج فالخلاصة بتاع الفيديو ده انت محتاج مكان تحط عنده الويبسايت بتاعك اللي هو الهوستنج بروفايدر أو الهوستنج كامبيني زي هوستنجر وهي محتاج مكان برضه تشير منه اللي هو برضه في الغالب بيكون نفس شركة الاستضافة اسمه موقعك بحيث ان هو يربط الموقع بتاعك بحاجة انها الساعة ما تكتبها في البراوزر يقدر يوصلوا للويبسايت بتاعك طرق عمل الويبسايت كتير جدا ممكن تستخدم بلوجر ممكن تستخدم ويبسايت بيلدر زي ويلت أو سكوري سبيس ممكن تستخدم native programming أو البرمجة الخاصة وممكن تستخدم وورد بريس في الأخير وفيه طرق تانية كتير على الفكرة ممكن تستخدم نوشن مع سوبر ودول خدمتين كده مع بعض لو انت قريدي عارف نوشن فباستخدام سوبر تقدر تحول نوشن بيجز لويبسايت وفيه طرق كتيرة جدا لعمل الويبسايت ولكن اللي احنا ذكرناهم في الفيديو ده هم أشهرهم وضحنا كل طريقة تناسب مين ولو انت ناوي تعمل موقع باستخدام وورد بريس فزي ما قلنا بنرشح لك وستينجر ووصلنا لفكرة الكووت ويهي الكوب تاع نهاردة من بيل جيتس حدش ما يعرفش بيل جيتس يعني بيقول if your business is not on the internet then your business will be out of business جميل جدا if your business is not on the internet then your business will be out of business لو انت مش عندك ويبسايت خاص بشغلك لو انت شغلك يعني معتمد عليك انت كشخص كرياتف أو كمهنة أو لو انت عندك business على أرض الواقع سواء محل سواء شركة صغيرة سواء أي حاجة شركة نشأة فلازم يكون عندك حاجة على الانترنت لازم يكون في حاجة بتمثلك ويبسايت موقع بيمثلك على الانترنت لو مش عندك الموقع ده you don't have a business you will die فده باختصار شديد معظم الطرق أو أشهر الطرق لعمل ويبسايت على الانترنت وتلخيص لأهم المفاهيم تمنى ان انت كنت استفدت من الفيديو ده وان شاء الله يكون في فيديوهات تالية تكمل الفيديو ده واتوضح كل طريقة بالتفصيل الممل فاعرفونا في الكومنتات لو حابين حاجة زيدي شكرا سلام عليكم شكرا